على بركة الله نبدأ دلنا عدنا والعود أحمد حللنا أهلا ووطأنا سهلا بعد أدباد إن لا بد أن نحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته لا بد أن نتواجد يوميا من أجل تشجيل الحضور ديالنا الذي دام لأزيد من ثلاث سنوات متواصلة مسترسلة بدون انقطاع بدون توقف اذا قبل أن نبدأ فضلا وليس أمرا نرجو منكم تفعيل الزر ديال الجرس تفعيل زر ديال الإعجاب والإكتار من جيم ثم ما تنسوش تبرتجوا على نساع واسع حتى تعم الفائدة وحتى تصل الكلمة ديالنا إلى أبعد مكان أما الحمد لله فقد أوصلنا مظلوميتنا إلى من يهمهم الأمر ونشكرهم من هذا المنبر ونشكر جميع المتتبعين مداومين ديالنا لكل ما تأخرنا يعني تنشغل شوية وتتصلبنا ونشكر الجميع من خلال هذا المنبر المتواضع إذن لقد نبهنا بالأمس وبدأت وحد الرجاة فعلا ديالعدم استفادة المتقاعدين ديالقطاع العام وغاد نرجع وغاد نهضرو في هذا الموضوع إذن قبل أن نبدأ غادي نعطي واحد اللمحة يعني بعجالة ديال هادة تنصيقية ديال تأبي تحت الشجرة التنصيقية التي ولدت تحت الشجرة اللي كانوا تقولوا لها مباركة وقال لك حتى تتمر وغاد نجو ونجنو الغلا ديالا فيعلان لأنهم تعرفوا رصهم بأنهم كوسالة بأنهم جوبناء بأنهم لا يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يعني يستمرون في النضال بحماسة لأن الأغلبية ديالهم دير النواشة فالأمور كيفاش مرت أن بعد ما أبو صابونة والأتباع دياله باعوا الإخوان ديالهم والضحايا وقلبوا بهم لبان قلبوا بهم لبان لأن كان هناك أبناء العشرة كان هناك تدخلات كانت هناك توسطات لتحاولوا الآن المخلفات اللي باقى الآن بغا تلعب تمشي على النهج ديال هذوك القدام إذن كما يعلم الجميع أن هذوك اللي باعوا الضحايا وأقسوا الجميع وأعطوا المشروعية للنقابات باش كالك تكون وسيط وترضى بهذاك الحل لأقسى الضحايا الأصليين في حين أن أبناء العشرة والنقابات التي كانت تتبنى ذلك الملف التي اجتمعت خلصة 26 أكتوبر 2016 واتخدت القرار ديال المفعول المالي والإداري باش يبدأ من واحد واحدة 2016 وما بعد من أجل الإقساء ديال 13 فوج من 2003 إلى ما تم 2015 لجينا نشوفو أن هذا المظلومية المزعومة فالسيفية لسموا روسهم ضحايا الزنزانة ضحايا النظامين فاللجنة اللي حطوا حطوا الميل في 2012 حطوا على أساس لجنة القابعين في السلم العاشر كان جاء هنا كان جاء ذيك الوقت بن كيران اللي هو السبب دي الجميع المصائب اللي كي نحت الآن وكان يعني قال لهم بأن الطرقية بأتى الرجعي ما بقاتش وبالتالي بقات فقط غير المتقاعد غير المزاولين النشطين في 2012 الخدعاء اللي كانوا ديرين والقوالب اللي كانوا ديرين أن هذو كانوا داروا لجنة دير القابعين في العاشر هربوا هذك الميلف لأن المظلومية أصلا بدأت من 2004 وخلوا الزملاء ديالهم حتى حتى تقاعدوا ومش تزعموا واحد لأن سواء رئيس اللجنة سواء اللي على رأس التنصيقية عفوا الجمعية تلقوهم تجيبوا واحد من المنطقة الشرقية واحد من المنطقة الشرقية الجنوبية وكلهم عندهم اللي تبناهم فعلا وتبنا الميلف ديالهم كما يحاولوا هادو اللي بقي للآن احنا قدر رجعوا لهم باش يمشوا على نفس الخوطة ديالهم فتسناو حتى تدفق الحصار على السللة التاسعة لحاية الزنزان التاسعة في 2011 منيجا المرسوم ديال جوج 11 611 هاد المرسوم اللي يعدل النظام الاساسي ديال 2013 جوج صفر جوج 854 حوالي 28 فئة تعديل لاستبدوا باستثناء المتقاعدين لتقاعدوا بالسلم التاسع ضحايا الزنزان التاسعة وضحايا المادة 112 لتقاعدوا من 2003 2004 2005 نقول لكم كيف إذن هما الجاوب قابعي لأن في 2003 كما قلت لكم لبعز ديال هاد المظلومية ديال ضحايا النظامين هي هما ضحايا المادة 112 نتنقلوا ضحايا المادة من 12 اللي أصبح الآن الجميع يعرفوها الآن اللي كمنا في 1920 فيديو إلى 23 إلى آخر فيديو توضيحي لنور العقول ونور وفتح العقول على بزاف ديال الإخوان والأخوات اللي ما كانوش عارفين يعني بزاف ديال أشياء بزاف ديال الخروقات ديال التجاوزات التشريب ديال التحراميات أصبحوا يعني على عين بجميع المخططات التي كانت هاك والتي لازالت يعني المخلفات ديال هذوك الغدارة دوك أتباع ديال أبو صابونة وما جا ورهما اللي هما متمركزين دائما في فاس مكناس سلا هنا يطرع المناطق الشرقية إلى آخره وسنحرج عليهم إذن جا في الفين وطناعش جا هذك من المنطقة الشرقية وجا وبققر السامر تم مني تحل الميلف ديال ضحاي الزنزانة التاسعة هنت تعرفوا بعضياتهم هذك الساعة في الفين وحد عشر كان الميلف اللي عددته الأستاذ العابدة زيزا الله كلها خير لطيفة العابدة الذي حصل لنا الشرف قالنا دخلنا عندها من كانت مديرة الموارد البشرية اللي كان فعلا المكتب ديالها مفتوح وتنصف وتستمع ويعني الله يجزى بخير وتقدم كل واحد مظلوم كل واحد عنده شي شي إشكال شي إذا كان تقفه إلى جانب الحق كل واحد تنقوله ليه تندكره بالخير دياله وأيضا بالشر دياله كان تحولتني هذه الساعة إلى رئيس المصلحة ديال الترقيات وفعلا أخبارنا بأننا فعلا سنترقى بعد التقيع الدين بأننا ما كنتش يخوف بأننا علينا أننا سنترقى ترقى وإحنا لأش لأننا مقيدين بالمادة مية وطناش من الفين وثلاثة لأزيد من ثلاث سنوات كان ترقية استثنائية استثناء يعطي له جميع القوانين الجارية العمل وكانت هناك السلم تاسع الدار في طول القراض على أساس تكون جوج ترقيات يعني جوج آليات جوج دفعات الدفعة الأولى من الفين وثلاثة إلى الفين وسبعة والدفعة الثانية من الفين وسبعة إلى ما تم الفين وثلاث هدي هي البرمجة اللي الدار باش تضع السلم التاسع في طور القراض وكان باش يكون الترخيص الأول من الفين وثلاثة في حدود أربع سنوات وتبدأ مباشرة العمل بالمئة دمية واثناش من الفين وسبعة إلى ما تم الفين وثلاث على أسس أن الفين وثلاث يكون كل شي توضع السلم التاسع في طور القراض ويكون الجميع سواء المتقاعدين سواء المزاولين يكون كل شي مر إلى السلم العشر على أسس في الفين وربع طعش يبدأ توظيف الإجازة ويبدأ كل شي تيتخرج بالعشر لأن شروط توظيف ستغير في الفين وربع طعش هذا شي رح نتبرمج لأن الدولة والحكومة الوزارة إلى آخره يدير وحل البرمجة يدير وحل تبرمج ده با رح نتبرمج في ستة وثمانين لأن الإحصال الأول كان جدا متضررة الإحصال الأول كان خريج السي اللي تخرجوا بالسلم الثامن على أساس توظيف بالباكرون الميني كان يعني تعدل شرط التوظيف للباكرون التعيين بالثامن أفواج من ثمانين إلى ثمانين هدو هما اللي عارفوهم ويكونوا جد متضررين باك شي علاج دارو ستة وتمانين الفين إلى الف وتسعمائة وتمانين الف وتسعمائة وتمانين وكل شي هاد الزمر تيصلحوا سواء مصالح إدارية سواء النقابات اللي راهم هل توآم قديرين توآم منذ سنين هما اللي جابوا هذ النظام الأساسي هما اللي يعني تسبوا في التراكمات في التجاوزات في الخروقات في هذ الحزاق كامل عفوال وهما اللي قال لك باغين يصلحوا هما اللي اللي تيريب هو اللي هتعاود تنجي وتصلح به هذي مسألة أخر إذن مني كانوا دارو آخر واحد ألف وتسعمائة وستة وثمانين ديرين على أساس آخر واحد غد يتقعد من هذي الأفواج الألف وتسعمائة وثمانين ألف وتسعمائة وثمانين تلألف وتسعمائة وثمانين يعني ستة وثمانين غد زيدها ربعين سنة أتحيي تحطك في الفين وستة وعشرين هاد شلي دابك أن آخر هذي الميل فات طراكم يلهملك حال هاد لحظاء كامل رأي دابا غد يتبرمج خلال الفين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين أنه يجبها مع الولاية رح حاسبيناها لش نقولك أطنوع ونطير ستة وعشرين ما يبقاش كان ببرمجينا لأنه أساسا ستة وعشرين الفين وستة وعشرين يكون هاد طراكم تحيي دات أنهم التعالج الالفين وستة وعشرين وفعلا داك الشي اللي غادي يكون الآن غا يكون واحد تعديل طفيف عنهم غادي ديرو تعديل وإعداد الميزانية دي الفين وثلاتة وعشرين ربعة وعشرين خمسة وعشرين إذن من يبقى يعدك سامر مني جاو في الفين مني جاو قلنا في خمسة الفين وسبعة صدرت اللوائح دياننا باش نترقاو ديالترقية ديالنا طابلو دونو من نسو بيك إنتي سيزون كوليكتيب ليس دابون سمون طروا زيام قراد دوزيام قراد ولازات ولدينا ما يفيد هاد اللوائح التي على اساسها يعني لما تبين السيد أمزازي سعيد لأن من وصلنا له قليك استغرب أن باقي شي واحد تهضر لي على السلم التاسع هاد الغدار نقابات للمصالح الإدارية واخدى واحد القرار ديال الترقية ديال هادو اللي غدي يقول له ضحايا النظامي اللي تقعدوا من الفين وعشر الفين وثمنتعش في حين لم يكونوا ضحايا البتة ما كانوش ضحايا ولا هم يعزنون كانوا سرق بامتياز للترقيات بالأقدمية العامة بالأقدمية العامة لأنهم في الفين وثلاثة من يداروا المادة مية واثناش كما تنقل لكم دائما ووضعوا السلم التاسع في طوان القرار وتقيدنا بشترة خمسة عشر على ستة باش يفكوا الحصار على السلم التاسع هاد 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 الاعتماد للمادة مية واثناش هاد الصيغة كانت تستهديف فقط خريجي الباكالوريا التعيين التخرج بالتامن من تمانين تلستة واثمانين فقط لا أغير إذن من يدخلوا معنا المرتبين في السابع من تنين وسبعين إلى ستة وسبعين والله هما اللي نتعسفين في حقنا واخدين لنا المناصف المالية دي لنا بأقدمية العامة وديزين بالستة سنين من التاسع العاشر وبعد ستة سنوات في الفين واثناش يسمروا يسمروا ويعودوا تاني يحطوا الملف على أساس القابعين في السلام العاشر ويترقاوا تاني يستاخدوهم ويرقوهم تاني للحضاعش بستة سنوات خارج القانون في حين أن المظلومية أو الإنصاف أو إحداث درجة إلى آخره خص خصو يخضع ل تكون عنده يعني واحد سند قانوني تكون عنده سند قانوني على شستان هذا السند القانون اللي تستاندوا عليه وهو أن خص الإنصاف وإحداث درجة تتكون من أجل الفئة الجد متضررة التي لها المسار المهني محدود من تنقل المسار المهني محدود يعني المسار المهني راقد للمسار دياله لأن الطرقية ديالا اللي ماتتحركش لو باركورستاقني لتأخرف الطرقيات ديالا ليلا امرقيين مرة واحدة في مسارهم المهني لأن نا ما نتقيدنا بالمادة 112 في 2003 يلا امرقيين مرة واحدة من التام ن التاسع وديزين من الثامن التاسع بأربعة عشر سنة إذن كانت تستهدي في هالنوع من المعنيين الفئال جد متضرر ما كانش تهد ديال السبعينات لدخلهم رأى دخلهم مدررين ودازل السابع ارتموه بسابع ودازل الثامن ودازل التاسع وزادوا تاني أعطوهم العاشر بتجاوز سافر للقانون لأن النظام ديال الفين وثلاثة اتفاق منتصى في الليل للجميع الآن حكومة ووزارة والهمك حل كل شيء اعترف بأنه كان ضالما جائرا والدليل قال ذلك حتى بن موسى قليم خسكم تحسروا لي جميع التجاوزات والاختلالات والنواقص والقصور والعيوب والتحراميات باش نقوموا بتصحيح هذه الأعطاب حتى لا نقع فيها مستقبلا وباش نبنوا واحد النظام أساسي متين اللي غادي نبنوا عليه الإصلاح المرتاقة إذن لما كانش تتوفر فيك شروط ديال المسار المياني محدود لأنه من التام لتاسع دزنا با 14 سنة كان خاصنا ندوزو في خمسة وتسعية لتاسع مدز ناس وحرمونا باش ندوزو للعاشر في الفين واحد هذا الشي باش يعني اعطونا باش نشرعوا الطرقية ديالنا إذن طرقية استثنائية ديك والطرقية استثنائية ما خاصناش يديروا لنا الكوضة إذن بما أنها كانت التجاوزات لم تكن هناك دراسة للملفات البتاء كان هناك قد يزارون جموم بين النقابات وبين المصالح الوزارية والإذارية إلى آخراه وعطيني نعطيك وبالشلع لعاول والهم لك حال وكل شي لكم عارفين كيفاش تدوز الأمور كانت تدوز الأمور وباقي الآن الآن البعض اللي هم غدا ندروع لهم اللي باقي الآن باقين باقين تيبغوا يلعبوا بهذا الشي بحال كما داروا الأمس شي وحدين ليجيين باقين قال لك يعاودوا تاني قال لك يلجقوا إلى ذاك اللي كانت بعض بعض النقابين يلا كيفاقوا جيين قال لك باقي بعض النقابين مشوا عن بعض النقابين إلى آخراه قال لك باش يوقفوا معهم والنقابين قال لهم احنا متنوقفوش معا داك إلا خاصك تكون وتكون الجوة في الديد وفعلا عارف سبع طاعت شمشا والدولة يوم الجوة ولكن غدا نهضروع لالشي من بعد هنهضرو لالشي من بعد مع طوابش قال لك الوصل إذا نكمله قلت لك مني مني جاو في 2011 لوائح لي كانت صادر عندنا ولدينا ما يفيد ومني شافها أمزازي كما قلت لكم يعني قللك تبين واعترف اعترافا صريحا بضحايا الزنزان التاسعة ضحايا المادة 112 اللي تقاعدوا مني ثلاثة ألفين وربعة ألفين وامسا وقال هادو ملف المخالف لم يسبق التطرق إليه وسيكون من أولاويات القطاع وسنعالجه عند انطلاق الحوار القطاعي المقبل وفعلا كانت باساسيون بين أمزازي وبين بن موسى وكنات احنا في الزمان والمكان ووضعنا المظلومات دينا سواء عند لونتيق أم يلي كانت تخدات لنا الملف من بعد لونتيق في هذه السنة وحطيتها عند سيسة بار وميران وتكران كناتنا نمشو ولدينا كل شي ممتق بالصورة والصوت عند سيسة بار في الوزارة والأمور يعني من داخل قبة البرنامان ترافعنا على هادو الملف وتعبنا من أجل هادو الملف أكتر من أربع سنوات والجميع المسؤولين وللناس اللي يهمهم من الأمر قطيع عارفونا شكل اللي كانت تاعب على هادو الملف هادوك الشي عليش في نجاو نهار يعني والنجاو البرنامان والنجاو الواسيط وإلى آخره بن موسى قبليهم الورقة قبليكم الورقة وفعلا كون بغا بن موسى يرقي الغير مستكملين كان غد يرقي مية وربعة وخمسين ولكن ما عندكم ش الشرعية القانونية بالتالي فهالترنوح اللي تديره ما غدتصوره التنمي قد نجو نهدره عليكم قد ندير هذا عليكم تمبقى اللي من بعد نهدره على ملفات أخر إذا الشجرة والشطرة جاو لاني قلنا مشينا عنده سي سي أمزازي فعلا اعتارف جل البرنامان واعتارف ترافع العادي اللي حسن الله يجزيه بخير منها مؤسفي اللي يرجع لي الفضل مع الله الله سبحانه وتعالى مش في النقابات النقابات لكلهم تعرفونا ومشينا عندهم قبل وقال لنا بأنه ما قبل بالتوحق ما كانت يقول لك بالعكس كانت ينشو مؤيدك الشلابية وأحيي من هذا البر الكاتب الآن دخلت تحتار منه وتنحتارمه وفعلا قال لي هادو شاف بهم بنص عين قال لي هم يكتو مجيتو البارح شبقي الراجعين وقال لي هيا فعلا قال لي هيا شو را ما كيناش شي حاجة مع قبل را كون بالي غير شي باصيس ديال الامل راني غادي نوقف معاكم لكن را ما كيش نهار لغا تكون شي حاجة را غادي نكونوا معاكم وفعلا را واعرفنا نهار ونهار فاتح ماي من كان عندهم هنا ديال الادارة الطربوية مسنادا ومسنادا في واحد مارس الفين وعشرين وتاني مشينا المراكش ايضا واستقبلنا واستقبلنا الاخوان ما عرفو الاخوان الاصحراويين انهم اللي دقلونة ما الى اخيره واستقبلنا الى اخيره قال لي كاو ديرها ما كينتا حاجة ولا كانش حاجة ثم الاوائل غادي تكونوا في حين ان ضحايا الزنزانة التاسعة هادو كين من حقهم هوم الاوائل وفعلا مبقاش تاستقبلهم مؤخرا من كانوتهم شو عندو لانهم عرفهم متقوبة لهم الورقة والتقيب ديال ودنين ولا التقيب ديال ليلة الدخلة تقوبين قبلهم الورقة تقبى واحدة فقال ليهم دوروا مية وعشرين والاسباقية لضحايا الزنزانة التاسعة ضحايا المادة مية و 12 تقاعدوا من 2003 إلى 2004 إلى 2005 ضحايا المادة مية و 12 وجميع ضحايا ديال المتقاعدين من 2003 إلى 2019 لتقاعدوا بالتاسع هادو هم الاوائل لان الحية اللي دارو وكين اللي باقي خدام باقي مزاول والمزاول تيتيه واللول تيسبق المتقاعد واللي عنده الحق مش المتقاعد مش المتقاعد باقي مزاول ومتقى الواحد وثلاثين ثمانية 2019 وخمسة وثلاثين عام ديال السيربيس وعنده في التاسع تسعود سدين وثمانية شهر خسوه اربعة شهر على عشر سنوات وقسوه ودفنوه وخلوه تقاعد بالتاسع وجابه في بلاستوك 4600 اللي باقي عاقل قال لي هادو المرتابين بالتاسع هاد الشي اللي بقى هاد الشي اللي بقى ومرغم خير ريجي السلم التاسع من في 2012 و2013 يلا عندهم ستة سنين عنده ستة سنين فقط ومخرج بالتاسع ودوزوهم طوام ربعة سنين طوام المادة 115 ودوزوهم العاشر بدون اي سنة دين قانوني ويقسوه واحد لعنده خمسة وثلاثين سنة خمسة وثلاثين سنة دي العامل وعنده تسعود سنين عنده عشران سنين خلصه عشر باش تقيد باش ولي عند الشرط من النظام في حين ان لانه كانوا وقفوا العامل بالمادة مية وطنعش في 2013 اذا من 2014 الى الان مستبدوش من المادة 112 في حين انه ممكنين اللوائح والجداول دي الترقي دي الحاية الزنزان التاسعة دي الحاية المادة 112 وخبوها لتقاعد مالفين ثلاثين وربعة الفين وخمسة وبهاد الجداول باش الوزير اعترف اعترافا رسميا دي عشر الاف ومية نتقاعد مالفين وثلاثة الى الفين وطنعش لولا ما كان هذا المنفس ليرى النورة ابدا ولولا الاستمرار ياو مني جسكي بن موسى تاني اوصلنا لهو المظلومية هاد زلال هاد الكوانب والحزابونات كانوا في سبات عامي هاد الكياذر اللي كانوا جاءوا وقدموا الميلف على اساس دحايا المقابعين فالعاشر وما يلا كي كييلي تفك الحصار كان يما داز العاشر حتى ال الفين وحداش كيلي مداز التال الفين وعشر وكيلي داز التال الفين وعشر دحايا هذا القاعد الزنزان العاشر القابعين فسلم العاشر الان خير ريكس جلسة تسعينة مدازو تال بتصقيف تال الفين وعشر ولو قابعين مني شافوا غاي عقوا بيهم احنا حيدونا لاحونا قال لي كاودي اه ارى بن كيران بالهيران الهم لكحل قال لي هم مبقاش ترقية باطر رجي قال لي كاودي بقوا غا المزاولين وش دوق الملف لاحونا احنا على اساس المتقاعدين متي تسالوش وهذا كش اللي كانت غادي فيه الدولة وغادي فيه الوزارة وغادي فيه الحكومة انه اي فوج تيتقاعت تتخلصوا منه مني شافوا غاي عقوا بيهم اه اردوهم ضحايا النظامين من تخلصوا بينا احنا يا بادك السبا دي المزاويلين وحيدو الملف دي انا ودوزو بالملف دي انا كمتقاعدين دوزو هذه السافل الله نحضاعش غير المرتبين اللي باقي المزاويلين تاسع دا هاي الزنزان التاسع وكان خاصنا لو احديننا كينين باش ندوزو حيدونا ودوزو في بلاسنا اه اصحاب الاجازة المصنفين في التاسع مصنفين وهادو كلهم متي فى الرقوس ولا يميزو بين المصنفين في التاسع وبين المرتبين في التاسع. حتى قلناها الان. وهدو قال لك يتفاوضون ويا هميونونا والهم لك حل. وقال لك باقي نجيبه الحوقه. وكي اللي ما تعرف في الليف من 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 عصات الطبال. ويقول له عاطين. اعتماد المالي فلوسنا. يدوزوا بها اصحاب الاجازة المصنفين في التاسع. في حين ان الاجازة خاصو يعني يدوز العاشر يتعين بالعاشر من اول سينة. ما عندكمش الفلوس ولا داك همكم ها داك. تكليتوها. تو مضربة الفلوس. ربعة الاف وتلتميات مليار كليتوها. من انت تجول الحقوق تتبدو تقولو ما كينيش. واش درتولي ومدرتولي موالو عمليار الدائرات دينهم ومسامر الميدة قيل سين تم. ومن يجي الوافة رحمة الله عليه. قال ها صراحة الله يرحموه. ان من يجي الوزارة لقيت مسامر الميدة. ولقيت التحراميات. وطرقية ديالكم الدواليكم صحاب الاجازة. ما وردوهم ايش? ردو الميل اه ردو ضحايا الزنزانة العاشرة اللي باقي للان اللي هما اللي غاديه الزل ماضي اللي غايا كله الدق. خريجي سلم تاسع. ردوهم هما ضحايا الزنزانة العاشرة. والكوانب سارقة دير الترقيات. ردوهم ضحايا النظامين. في حين ما تضروا لما النظام دي الفين وثلاثة لمن خمسة وثمانين. ديزين ثلاثات المرات. ويقطوهم الرابعة. ديزين ربعات المرات. ورقوهم المطرة الخامسة الحضاعش. ديك شالش هما خارجين تقولوا. الترقية الى الحادة عشر. بالنسبة لهم ضحايا النظامين. هما اللي في العاشرة وخصهم يدوزوا للحضاعش. ومسارقة الترقيات هما اللي هما اللي ماشي من حقهم. باش يدوزوا اصلا. خصت يدوزوا اللي متقاعدين بالتامن واللي متقاعدين بالتاسع. هدو هدو كما الضحايا الاصليين. اللي تقيدوا بالمادة 12 وما دازوس بيها. لطرقية استثنائية وداروا فيهم الكوطة. اللي تقاعدوا وداروا فيهم الكوطة. اللي مقاعدين كتر من ثلاثة سنين قبل ما يتحدفوا من الاسلاك. اللي محدثات المناصب المالية ديالهم لازل من ثلاثة نوات قبل احدفهم من الاسلاك. ولا هم دوزين لما تتسل تنمي اللي مني كان. قبل ما يتقاعد ما كانش مستوفي الشروط وما كانش مقاعد وما كان لا نمي اللي يديك ليخليك. نهائيا. ولا هم غيرين ومحرفين. وكل شي دار بالطن. مني جاء ابناء العشرة. لأن امزازي مني جاء من نفس الحزب. هذك اللي كان مقاره ولي جابه. وكلهم براشيتوا هذي كسامناش. راشي من سويسي وسي من او ديل. كلهم كانوا ديال 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 وسبغوه بنفس السباق اللي كان في هذك اللي قبل منه. وهذك اللي قبل منه كان يصولوا ويجون. وابناء العشرة قال لي سير حيد لي هذوك ما ما قبل الفين وخمستاش حيدين متقاعدين. يعني لانهم كانوا تتخلصوا من متقاعدين. وخلاوا غير من الفين وانسطاش وما بعد. على اساس ان الميل فغيت حل في الفين وانسطاش. كان سيب المختار وما تحلش في الفين وانسطاش. ومشا ما تحلت الالفين وانسطاش اذا اللي تقعد الفين وانسطاش ما كانش مقبل من الفين وانسطاش ما عندوش الحق نيها يندوز متقاعد واحد دوز لهم كل شي. كل شي المتقاعدين يندوزو. ما تديرش لنا كي ما دار درك هذا اخ نوش. ميني. اعطى خمسة في المياه. زيادة في المعاشات للقطاع الخاص. وخلا القطاع العام. وانسارسوا بانه هو رئيس دي المجلس الاداري دي القطاعي العام والخاص. ويخرج لنا تاني امين عام دي الاكبر يعني اتحاد عملي. وتيهدر تيقول لك خمسة في المياه للقطاع الخاص للسين الساس. وتيسكت تيطم. تيبلع لسانه. وما يقدرش يهدر هالقطاع العام. بحال القفة. وهذه الزيادات وهذه الهم. تيتضروا منها. اصحب القطاع الخاص. وما تيتدرش منها. الناس اللي كانوا هازين سلاح. وتيدافعوا في الحدود. وتدقى ليهم جوج فرانك. وكي اللي تيبيع الضيطاي. وكي انتي دير ماسح الاهدية. في حين كانوا شجعان بواسي الجنود دينا. لنرفعوا لهم القبة عالية. ما جيدوهمش. يعني لا القطاع. لا. النظام المدني ولا النظام العسكري ما يزيدهم التريال. اللي خمسة وعشرين ما عمرهم زياده. خمسة وعشرين سانة ما عمرهم زيادهم. هادو تانا هادروا عليهم من بعد. اذا هاد الكيادر مني قال ليهم لوحوا هاداك. لا حق. ما عقلش على ما قبل الفين وستاش. ما عقلش عليهم. سمحوا ليو اخي يكون بعيد. غد اه طول ماشي مشكلة. غد نكمل لكم الفكرة. كملهم زيان بشكل. اذا مني هادا ابنه العاشرة اللي كان بارشي تتاوى. وامزازي بما انه هو اللي جابه سبغه بنفس السبغة. كانت يدير فيه الطيق. الاخر كانت يلوحها الكاتب الام. كاتب الام تلوحها الموارد البشرية. والموارد البشرية مع هادوك النقابات خوط. وديرين توآمة من الفين وثلاثة. ومجيين كانوا اعطينا نعطيك. وهو صاحي. والنقابات تتقول لك انا رواسيط. وديرين على رؤوس الجامعيات والليجان ديولهم. وتيمولوهم. وعندهم البنتة خبيناتهم. اقساوا لهم لكحل. لنتفاجأة بان اللي اخر انت هم مشاو خداو نفس المسار. ودبرو على اللي توسط ليهم ودارهم. وولوهم مرقيين حوالي ربعالاف واحد من الفين وطناش الى الفين وخمستاش. هادو ما دير نحنيش في مقداذة المرسوم جلسة سات اش خمسمية اوبا. هادو اللي حد الان لسوخز و دو اليدكاسيون واتحد اي واحد لسوخز لديكاسيون ناشنال تيعطي اينجزيستان اي واحد تقاعد من الفين وخمستاش ما قبل الفين سواة. مهن الفين وطناش ال shifts كلهم Pirates بالسيسيم ديديكاسيون ناسيونال. لا وجودة لهذا المتقاعدين كضحايا النظامين اللي تقاعدوا من الفين وطناشين لما تميال الفين وخمس عشر. وكل شي دار بتطم وكل شي سكت. وحنا اللي اللواعي ديال الخارج اللواعي ديالنا. واركورس طاق نيمرقيين مرة واحدة خلال المسار المياني ديالنا. ومتعسفين علينا. وتعسوف اداري. والهم لك نتقادوا ويقولوا لنا غدتترقاوا. ويجوا يحيدوا اللواعي ديالنا ويدوزوا بها ازلام لا يستحقون. وكينين ديولهم لحد الان. كي يكمل ميلف يديروا ليه ميلف. يكمل ميلف يديروا ليه ميلف. طيب فريخ التنسيقية تقوم بها بعض النقابات. الغير جادة اللي بقى لحد الان تعمل نفس العمل. اذا سيانزازي من يجا اعتارف بنا. والميلف ديال الزنزانة التاسعة رجع لطورة الحوار. وكان ضمنها سبعة وعشرين ميلف اللي كان الان. لم يأتي من الفراغ. وايضا عشر الاف وميتين. نحن ومن اتينا بها. احنا ويرجعوا الفضل الى 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 الحاج والحاجة الاستاذ الفاضي اللي كانت تتبعنا وصهرت وتعبت معنا. حاجمونا افتاتي. جزاء الله كلها خير. والسعادة لي وبزاف. والسلمهيلي. الانتقام. والسد احمان. ماشي هاد النقابات اللي معمرهم داروا التاسيز بتاع. وفي الاخير يجزوا الاضريفة ويدوها ليهم. ويسربوا الاخبار ويجيبوها ليهم. وتفرخوا التنسيقيات كل يوم. فيما كنشي وقفة يجيبوها. ويقولوا ليهم احنا ما تندفعوا على الناس التي انخارطوا معنا. على الناس اللي تيجيبوه ناس جويان. هما اللي تندفعوا عليهم. ويدو لهم نهار سباطاش يمشو يدو لهم جويان. ومشو دور كالس انت يديروا اللافتات. وفي التلفو ما بقوا يعرفون وش يديروا ما قبله. ولا قالوا ليهم حيدوا ما قبله وما بعده. هما ما فاهمينش علاش. ما فاهمينش علاش. لانا هادو اللي قالوا ليهم ضحايا الضحايا. يلا باغين باغين قال ليك يديرهم كمطلب مستقبلي. وجيبينهم نهار اتنين وعشرين باش يضغطوا باش يدخلوهم. لان انتقبط لهم ورقهم ما عمرهم يكونوا. ما عمرهم يكونوا. وقالوا ليهم تشوفوا مستقبلا. لان الميلف المطلبي الاخاري الطريق الاولى والميلف ديال سبعة وعشرين ميلف الميلف المطلبي اللي في سبعة وعشرين ميلف في اوي. كيان ضحايا ميلف الزنزان التاسعة لتقاعدوا من ثلاتة الفين واربعة الفين وخمسا هادو هما الاوائل هما اللي غايدوزو. ولا غادي نهام لك هلكل نحنا نقدروا نديروه معهم. ثم مرة متقدروا تديرو التزفتا. انتو مآنين وتتفاهموا بيناتكم وتجمعوا بيناتكم. وتديرو السماوي الناس وتتضلوهم في حين انه كين الميلف كين فيه ضحايا الزنزان التاسعة. وكين فيه ضحايا النظامين. وكين ضحايا الضحايا اللي التقبط ليهم. وما داروهمش. وجيين دول كاتي وهموا الناس اللي ماشي عندهم شي علاقة بهاد الوقفة. لان هاد الوقفة هادوك راكنانهم مع بعض دياتهم. والان رغي يظهروا دوك تريكا زريع الفاسد ديال ابو صابونا. والحي زابونات اللي كانوا مختارين هاد هاد التنسيقية اللي الان دارو اللي يباغين يديروها ديال الضحايا الضحايا ما كين لها قبل ولا بعد. وباغين يجو يضغطو. زي ما كين قلو لهم توموا وقفوا باش نحن ندخلوكم في في جدول اعمال اللي غيكون مستقبلا. اللي غيكون مستقبلا وما دشرة للاخرة كل شي فات. كل شي كمل. بقى اعلان نهائي عن خارطة عن خارطة طريق الجديدة. وقبل منها غي يتم التوقيع على الاتفاق النهائي ديال اللي محضر اتفاق منطعش ياني. هاد شي اللي كي. الزليلم. طويلة هادا وما نعطيكم علاش الدور. اذا نشوفكم فيديو اخر. بارك لاريك.